رحب كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستاني جيرفان بارزاني بالاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على استئناف عمل اللجنة العسكرية لوضع جدول زمني محدد وواضح لوجود مستشاري التحالف في البلاد ورأى مسعود بارزاني أن المفاوضات هي السبيل الصحيح للوصول إلى بناء علاقات سليمة على أساس المصالح المشتركة بين العراق والولايات المتحدة فيما أشار نيجيرفان بارزاني إلى أن الإقليم يساند هذا الاتفاق الذي يسهم في حماية أمن البلاد من الهجمات الخارجية ومن ضمنها أمن وسلامة إقليم كردستان